أهلا بكم من جديد مشاهدين أطلقت شركة ميتا نسخة مطورة من مساعد الذكاء الاصطناعي ميتا اي اي عبر تطبيقاتها المختلفة ويأتي مساعد ميتا ردا على روبوت الدردشة الآلي تشات جي بي تي من اوبن اي اي الذي حقق شعبية هائلة منذ العام 2022 المزيد من التفاصيل عن مساعد ميتا لذكاء الاصطناعي وأهميته وخصائصه المتوقعة تحدثنا علي حكيم الخبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة من تونس وعليا صباح النور وكيفك واشتقنا لك توحشناك صباح النور صباح نور هيبة صباح النور السارة واللي جميع تقم برنيور صباح النور والسيدة مشاهدين أنا زادة توحشتكم برشا برشا هذي أول اطلالة بعد رمضان إن شاء الله ينعاد عليكم اللي يدير ينعاد عليك بالخير سؤال اللي بيطرح نفسه بالبداية عليا لماذا تم التفكير بمساعد ميتا للذكاء الاصطناعي وهل رح ينافس النجاح الهائل لتشات جي بي تي هو حسب البيان الصحفي اللي صدر على شركة ميتا تقول فيها الجملة كالإيتي وخذيتها كما هي تقول إنه أداة الذكاء الاصطناعي ميتا اي بش تكون أداة لتسهيل التعليم لإنجاز المهام لصناعة المحتوى وللتخفيف عن كهل المستخدر يمكن كنحصرهم في الأربع نقاط هذو ما نفهمه طريقة تفكير الشركة في هالأداة هذين نفكروا الناس إنه كما قلت انتهيبا بعد نجاح كبير لتشات جي بي تي اللي هو ولا ريفرنس يعني في الذكاء الاصطناعي ولليوم المستخدرين متاعوا في تزايد كبير كبير وحتى في النسخة البريميوم في تزايد كبير جاء الرد من عند شركة ميتا اللي على حسابها ثلاثة منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في العالم اللي هما فيسبوك انستغرام وباتساب نتصور إنه الخطوة كنا نستنعوا فيها لأنه ما كانش من المعقول إنه شركة كما ميتا تتعدى مرور الكرام أمام النجاح الذكاء الاصطناعي كنا حكينا في فقرة السوشيل ميديا في برنامج صباح نور كنا جايينها جايينها بالتونسي يعني أحنا جايين لعصر الذكاء الاصطناعي وكنا عارفين إنه بش يكون هناك أداة الذكاء الاصطناعي ومساعد الذكاء الاصطناعي من شركة متا فلماذا ممكن مش اختيار مجبر أي مجبرين لأنه المنصات لازمها تكون في عداد المستخدمين اللي وليوا مدمنين ذكاء الاصطناعي وسهولة الذكاء الاصطناعي طيب كيف بدون يكونوا المستخدمين في عداد هذه المنصات التي تحدثت عنها ويعني السؤال كمان إنه هل يعني هل مساعد رح يقدم لنا ما هو جديد ربما على عملاق التواصل الاجتماعي الأبرز مثل فيسبوك مثل ماسنجر مثل انستجرام مثل واتساب اللي بنستخدمه أيضا بشكل يومي هو فعلا هو طريقة العمل لميتا اي اي حسب المعطيات الأولية اللي عنها الحقيقة تبشر ببرشة برشة جديد لأنه حسب المعطيات الأولية الحالية بشيكون فما سهولة في الاستعمال أكثر بشيكون النتائج البحث ونتائج الطلبات اللي بش نقوموا بها على هالآدات هذية بش تكون نتائج فعالة نتائج حينية لأنه مثلا مقارنة بتشات جي بي تي تشات جي بي تي يعطيك نتائج ممكن متأخرة شوية في الزمن لكن حسب شركة ميتا وحسب صاحبها يقول أنه كان فما خدمة كبيرة على أنه تكون النتائج آنية وتكون وقتية من خلال استعمال محركات البحث الزوز اللي هما جوجل وبينج واللي بش يتم دمجهم في وسط الأدات متا اي اي واللي بش تعطينا النتائج فعالة خير وبش تساهم أصلا في تفاصيل جديدة مقارنة بتشات جي بي تي مثلا أنه الكتابة مصحوبة بصور واللي هي حاجة مش موجودة في النسخة الفري في تشات جي بي تي مش تكون موجودة أصلا في منصات كي ما قلت أنت هي بها فيسبوك وواتساب يعني اليوم مجرد الولوج إلى المنصة وتدخل على صندوق البحث في واتساب ينجم يجيك نتائج بالذكاء الاستناعي لحقيقة ما زلنا ما جربناش فعاليا لأنه ليس متاح حاليا في العالم العربي ولكن جاي التحديث بيش يكون موجود ولحقيقة ممكن الحاجة الكبيرة اللي نجمه وقلوها أنه استعمال أداة كي ما اليوم ثري اللي هي أداة أوبن سورس كبيرة المطورين ينجموا يزيدوا يدعموا هالأداة هذية متع شركة متا يعني لحقيقة نحب ونجربوا مطلعين بالمعلومات اللي قالتها الشركة ولكن نحب ونجربوا لأنه لو صدق القول فبش تكون نتائج كبيرة وكبيرة برج طيب إذا بدي أسألك عن المميزات خبريني عن مميزات اللي رح يقدمها متى من خلال دمج المعرفة بالوقت الحقيقي من شركات مثل جوجل ومثل شركات أخرى أيضا ممكن زوز زوز مميزات خلينا نقولهم بسرعة أول حاجة الإجابات السريعة والشافية والوافية للمستعمل لأنه تعرف هيبة أنه اليوم مثلا لو أنا نبحث على مطعم قريب من قناة العربي فما مستخدمين كيفي وبرشة منهم عددهم كبير ما يمشيوش يبحثوا على جوجل يبحثوا يمكن على الفيسبوك سهولة البحث على الفيسبوك وهذا يصير على الفيسبوك على الانستجرام على واتساب ولينا نبحثوا في وسط منصات التواصل الاجتماعي ومن هذه المعلومة فهمت شركة متى أنه لازم يكون محركات البحث أو طرق البحث على صفحات التواصل الاجتماعي لازم تندرج فيها الذكاء الاستناعي الحاجة الثانية والمهمة اللي هي أكثر سهولة مع أنت سهولة الولوج إلى المنصة بش تكون سهلة ولو أنت ما تحبش تدخل على منصة مثلا فيسبوك وتبحث لكن تحب تستعمل أداة الذكاء الاستناعي من الميتا لحقيقة فكروا في فكرة به يا برشة واللي هي موقع مخصص لميتا اي 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 يعني مكش مجبور أنه يكون عندك اكاونت على واتساب ولا على فيسبوك ولكن يمكنك استخدام الذكاء الاستناعي من الميتا في موقعه في منصة واحده حركة قوية برشة ومفهومة لأنه لو أنت تحب تنافس حاجة كما تشات جي بي تي لازم تعملها كاك لا وبعتقد كمان ربما ما تحدثت به له أهمية بما يتعلق بالخصوصية يعني لأنه إذا بدك تتعامل مع شركة كبيرة مثل الميتا وهي مطلعة على أدق تفاصيلك يعني على الفيسبوك على الانستجرام على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على الواتساب اللي بعيد يعني شوي عن مواقع التواصل بتكوني أنه أمام يعني ربما فتح أكثر للمعلومات الخاصة فيك بدي أشكرك علي حكيم الخبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي وإلى لقاء قريب نتحدث به يعني أكثر عن هذا الموضوع شكرا لإلك